احنا لسه مكملين في السلسلة اللي امتابعيننا بقى لهم كذا حلقة او كذا اسبوع عارفين ان احنا ماشيين بسيكونس معين عشان يكون عندنا رائد اعبال نجاح النهاردة احنا عندنا مرحلة جديدة من مراحل فكرة انشاء المشروع او نجاح المشروع ياريت بقى انا اعرف الناس بالخطوة الرئيسية بتاعتنا النهاردة وازاي نبدأ نشتغل عليها طيب بس انا عايز اربط بين اللي احنا بتكلم عليه النهاردة وبين النادوة التطقفية اللي كانت بتاع قوات مسلحة لسه شغيرة الغد دلوقتي يعني الشهداء اللي هم استشهدوا في سواء في 73 او في اي معركة بعد كده او قبل كده هم ليهم دور واحنا لنا دور تاني يعني في مقولة كده لطيفة جدا بتقول جميل ان يموت الانسان من اجل وطنه ولكن الاجمل ان يعيش من اجل هذا الوطن فالنادوة بتتكلم على الشهداء احنا دلوقتي بتتكلم على الناس اللي قريدي عايشة دلوقتي وعشان البلد دي وعشان الدولة تبقى دولة عظيمة وتقدر تكمل لازم نعرف يعني ايه اقتصاد ويعني نقول اقتصاده ازاي ان ريادة الاعمال لها دور مهم جدا في نجاح الدولة لانه لو نفتكر يعني حد كده مشهور جدا كان فيلسوف روماني قديم قال الشعب الجائع لا يفكر بالعقل او لا يستمع الى صوت العقل فالدور الناجح عشان نقدر يعني شايف النادوة بتتكلم على الوعي عشان اقدر انمي الوعي ودي ممكن الرئيس والحكومة شغالة القصة دي بقى لها فترة لازم احسن الاقتصاد لانه اقتصاد ضعيف مستحيل هينتج لي وعي قوي يعني الرابط ما بينهم قوي جدا اللي بيعتقد انه ما فيش رابط لا ده انا عايز اقول لحك السينيكا ده ده فيلسوف روماني قبل الميلاد شوف جملة اللي قالها قال الشعب الجائع لا يستمع الى صوت العقل فيعني ولا يهتم بالمبادئ ولا يفكر في العدل يعني جملة عنيفة جدا مشغول بلقمة العيش عايز يعيش يعني حتى احنا كنا بنقول في فترة الكورونا لو الاقتصاد اللي كان فيه مشكلة كانت الناس هتنزل تشتغل لانه هو في الاخر هتيجي تقول له وقعد في البيت طبعا مش لاي اأكل ولادي فدي حاجة مهمة جدا دايما لازم نربط ما بين قوة الاقتصاد وما بين الوعي النهاردة احنا عندنا موضوع لطيف كده خلطة النجاح زي ما انت ذكرت في الاول هشام ست نقط بيبتدوا بحرف الام سكس ام فلو ينفع برضو ان السلايد يطلع على الشاشة بشكل جدا ليكم حلو جدا هو دي خلط دي يعني معهد في امريكا في ميتشيجان اسمه ويليام دافتسون ويليام دافتسون عم عملوا الشريحة دي قالوا ان احنا عندنا ست حاجات اساسية بتبتدي بحرف الام الست حاجات دي كأنه حاجة بتعمل خلطة للنجاح احنا هنعرب بقى احنا النهاردة هنتكلم كده بس مجرد تعريف للست نقط والاسبوع اللي جاي واللي بعده كل اسبوع هناخد نقطة منهم نتكلم عنها بالتفصيل يعني كل واحدة محتاجة وقت كبير لان حتى لما نشوف النهاردة هنلاقي انه فعلا هم محتاجين وقت لو ينفع ان ترجع تاني بقى شكر ليكم اول ام اللي هي على اقصى الشمال اسمها من تاليتي اللي هي عقلية رجل الاعمال هل انا عندي عقلية رائد اعمال ولا خليني موظف احسن النقطة التانية ماركت اللي هو السوق ايه السوق المناسب اللي انا هدخل فيه عشان انجح فيه الام التالتة الماني طب انا هجيب منهم فلوس عشان اقدر اصرف منها على المشروع النقطة الرابعة الادارة طب انا عايز اعرف هل انا عندي ملكات ان انا اودير المشروع ده ولا انا خليني يعني اوفر الفلوس واجيب حد يدير النقطة اللي بعد كده الانظمة جوه الشركة بيبقى فيه بعض السيستمز اللي بتربط للادارات مع بعض هي سيستم يعني انا مش عايز اقول اسمائها النهاردة عشان صعبة شوية بس خلينا نقول حاجة اسمها ERP Enterprise Resource Planning هو عبارة عن سيستم زي بعض الانواع بس مش هنذكر الاسماء التجارية بيربط للادارات الداخلية للشركة مع بعض الخسابات مع التسويق مع الموارد البشرية اخر نقطة اسمها المنترشاب اللي هي الارشاد